موشي موشي أصدقائنا ارجعنا بحكاية ميديا القسم الرابع لو ما شفتوا الأقصى من السابقة لازم تشوفوهم والرابط بأول تعليق خدوا نفس عميق لأنوا داخلين على أحداث بتقصع الأنفاس قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واستركوا بالقناة وفعلوا الجرس وليتس جو تتهم ميديا هالخادمة بإنهال لأتلة جندي سايكي وتكذب الخادمة وتحكي أنه ميديا هي اللي طلبت من هالشي بتوقعها لبورطة لأنه ميديا بتحكي لها أنت كذابة وفي كتير الشوت شافوكم مع بعض فبتحكي الخادمة أنه الجند وليحها ومو هي اللي قتلته فبتحكي لها لا أمو أنا بس ما بتسترجي جيب سيرة هلي وأنه هو الفاعل فبتحكي لها ميديا أنت كذابة خصوصا أنه هالخادمة اللي كان جاسوسة لإلها غدرتها وخانتها وبتحكي لها وضعي شغلك بالقصر وكمان عفكرة بعد الناس يتطمنوا على أخوك المريض اللي قلتي أنك بتحتاجي فلوس لإله وطلع ما عندك أخ أصلا يا كذابة وبتستحقرها وبتقولها تختيفي من هون وأنها رح تحكي للكل بأنها جاسوسة ميديا وبتتركها وبتغادر وبتحكي ميديا أنه هالخادمة طلعت أوقح من ما تصورت وبتعدلها وقت لحتى تيجي تترجعها وفعلا بعد ديقة بتيجي الخادمة وبتركعها وبتحكي لها بعمل شو ما بدك بس بليز لا تطرديني ولا تخلي الناس يعرفوا أنه جاسوسة لميديا وفعلا تطلب منها ميديا أنها ترأيب لها غرفتها وتنام مكانها بالليل لحتى تتسلل لبرة وما بدها أي حدا يكتشف الموضوع أكيد بتوافق الخادمة لأنه لو رفضت رح يكون مصيرها الموت وأخيرا وبعد فترة طويلة بتطلع ميديا من الأصل لحالها وبإرادتها وبتحكي إنها ما رح تتأخر لحتى ما تسبب شبهات وتقدر تطلع أكثر بالمرات القادمة وبنشوف لأول مرة شاب بشعر أحمر عم بيصحي رجل من الكنيسة ويترجع يروح يقرأ المخطوطة ويفسرها وبعد توسل كبير بيقومها الشاب وبيحكي لو تمام لازم أخرق المخطوطة وأنقض شابي بس بيخضع وبيهرب وبتتذكر ميديا إنه هلأ ما هو وقت تستمدع بالطبيعة ولازم تنطلق للمكان اللي بدها توصله وبتحس ميديا إنه بعد ما انحبست قريب الشهر أو العشرين يوم هي مبسوطة لأدب الحرية فكيف إحساس سايكي اللي انحبست أكثر من 15 سنة المهمة هي بالطريق بتسمع حراس عم بيدوره على حدا وبتخاف يكون عليها بس بتكتشف إنهم عم يبحثوا عن شاب فبتكمل طريقها وبتقايد تعدينا بفلوس لأنه المسكين الفلسي توصل لحانة لا تعرف شوية أخبار بس بتتمكر وبتغير تسريحة شعرها وبتلبس باروكة وبتظهر إنها من دولة اسمها أديلي مشهورة بالعيون الخضرة هالمكان اللي اسمه زفرانس هو المكان بيجتمعوا فيه ناس من كل المناصب وبيتناقشوا عن كل الشائعات وبالتالي هي إجت له لحتى تقدر تسمع أي أخبار عن المخطوطة بس مع هيك ما ضوقت وما سمعت أي شي اللي هلأ عنها المخطوطة هي تقريباً بتحتوي على معلومات بيسمعها الراهب بشي مرة من ملاك وبيكتبها وبالعادة بتكون بالكنيسة المركزية الأساسية وشكلهم هالمرة ما نشروا هالمعلومات لأنها مهمة جداً وبدوا ما يزيدوا سلطتهم من خلالها بدل ما يشاركوها مع العامة بس ميديا بدها تعرف على قال هل هالمعلومات اللي بالمخطوطة راح تساعدها بحياتها وحياة ذاكي أو معلومات راح تني حياتهم وبتحس ميديا إنها ما استفادت أي شي وبتفكر إنه ممكن تغير تنكرها وتتنكر كشخصيتها الحقيقية ميديا وتنزل الدور على الحقيقة بس لما تكون طالة من الصالة بتسمع الناس عم يحكوا عن خطوبتها للمالك هنا ولو بتنصدم أما هيلي فبيكون خبر ساكي بكل شي بدأ تعرفه عن ميديا وحياتها والدها ومورة بيتها اللي نقتلت وبوقتها ساكي حتى تبغضب وحزن كبير وميديا لما تعرف إنه والدها كمان قرر يزوجها ويتاجر فيها خلاص بتحس إنها وصلت لحدها معه وبتتوعد له إنها تدفع الثمن وهي ماشية تصدم بأبو شعر أحمر واسمه كاميلي نوفيل وهو شخصية مهمة وإلها تأثير راح نعرفه عن قريب وبتتذكر إنه وهي طفلة كانت مفكرة أهلة بيكرواها لأنها مو مفيدة ولهيك غيرت كل شي مع تفوقها وذكائها برضو ما قدرت تتلقي الحم منهم وليقررت إنه النهاية حانت وإنه الناني طالبت منها تهرب لأنه كل حياتها بخطر سواء كانت بجسد سايكي أو جسدها الأصلي وبترجع للأصر بسرعة وبتتشطح وبعد لحظات أصيرة تيجي الخادمة التابعة ليالوس لا تتفقدها حكيمي دائرها جابت معها الأدوات اللازمة للتنكر القادم لغاية ما تقدر تطلع أما منزلها فبحين يوم وصول الملك هنال والكل عم يتجهز ويتحضر ويا رب سايكي ما تخيب أمنا ولما بيعرف يالوس بالقصة بيحكي بتذكر أول مرة لما قابلت ميديا بلقاء رسمي لما حقوا إنه رح نتزوج بوقتها نظرت لي نظرة مرعبة وكأني مجرد أداء هي الوحيدة اللي عمرها اتطلعت علي بها السكل لا توصل لشي أعلى فبيحكي له الفارس إذن مبروك لأنها اليوم هي أداء لعائلتها فبيحكي يالوس هاد موشي بيدعو للفرح وبيجيب الملك هنال مجوهرات وذهبوا هدايا ما بتخلص وبيعد مع والد ميديا ليوقعوا على عقد واتفاء زواج بينهم في مصالح بشترك كتير لدوء بليال رح يسلموا فيها منجم ألماس ومنصب عالي وكل اللي همه هو السلطة بس بيحكي له الملك لسا ميديا ما وقعت على العقد فبيقول له الدوء أنا أبوها إنسا ما بدك موافقتها فبيحكي له تمام وسايكي بتكون حزينة كتير وخدمها حسين عليها ومنتعاطفين معها بيجهزوها وبتكون جميلة جدا وبيجي هيليلة عن سايكي وبيحكي لها شو رأيك نقتل الدوء وأحضر لك سو ينهي حياته فبتخاف سايكي وبتحكي له أكيد لا فبيحكي لها إذن أقتلي في كتير ناس بدهم يقتلوا أصلا أو اعملي أي شي بس لا تخلي هالزواج يتم وبيحكي لها أنه وميديا أصلا كانوا عم بيخططوا لنهاية الدوء بس بعدها صار هالشي وبطلوا عارفين شو يعملوا وبتحس هيكي بحزن كبير وصدمة إنه ميديا طلعت مثلها بنت من ربطة بشكل مختلف بس المهمة منها مربوطة وحياتها مملك لائلها ولهيك فجأة بتقرر التنط بصدمة من الجميع وبتحكي إنها كانت تتفكر ميديا بنت مالكة نفسها وتشوف قوتها تحسدها وما كانت تسارفة بقلبها بتحكي لو سايكي باي باي بتقوله سايكي لو اقتربت خطوة رح عنط طبعا هي أكيد بالحقيقة ما رح تنتحر وهي عم بتخطط تنزل مثل ما بيطلالها هالي بالعادة بس هاد الحل الوحيدة اللي شافته ممكن بس والدة بيحكي لها انزلي لانه لو شافك الملك رح يفكرك ما بدك إياه ورح يلغي العقد فبليس خلينا نحكي فبتحكي له هلأ اشي تحكي أتوقع إنك تأخرت ليش عم تعمل كل هاد فيه عملت كل شي بدكية وكنت مثل اللعبة بإيدك إذن ليش لسه عم تظلمني وبتستغرب سايكي من كل هالمشاعر اللي طلعت جواتها وكأنها عن جد ميديا وبنعرف إنه حتى ميديا كان عندها أخ قرف من عائلته وتصرفاته مرحل بس ميديا كان كلها ما تاخد رضا أهلها وسحبوها بدرجة إنهم سحقوها وكان والدها عارف إنه ربا بنت صارت تسعة متلولة السلطة ولهك عارف إنها ما رح تأذي أبدا لأنه هالشي رح يشوي سوعتها وبتتسأل سايكي إذا عم تأذي سمعت ميديا باللي عم تعمله أما هيلي فطلع قاعد بيعمل تجاربه وبيجرح حاله وبيشوف إذا أربع من سايكي مثل ما حكت عم يشفي لشروح بس لهلا جروحه ما انشفت وبيتسأل عن السبب هل لأنه سايكي ما شافت لجروح أو لأنها ما شافت الدم لما جرح أو لأنه قدرتها ممثالية مثل ما بتفكر ما علينا بيقرب والد ميديا منها وبتحكي له سايكي راحت عليك لأنه حكت لك لا تقترب أكتر وبتتمنى تنجح بالنطة مثل هلي بجسد ميديا المهم بيقرب أبوها وبيحكيها بيكفي مني طعماتك وبيجي ليمسكها فبتنط توصل لشجرة بس بلحظة بتحس بشي غريب وبتوقع وبتحس ميديا نفس الشي بجسد سايكي والتنتين بيبطلوا قادرين يتنفسوا وللحظة واحدة بس كل واحدة بترجع لجسمها مجرد ثانية بس بس بعدها بيكملوا بأشات بعض بتهرب سايكي بجسد ميديا مع كثر بالعظم وبتلمع حلال من تحت وبيبتسم لها السايكو أما ميديا فبعد اللي صار بترجع تهرب من أصر سايكي باللين والخادمة خايف كتير لأنها بمكانها وبتقرر ميديا إنه شو أفضل من إلها تتنكر بجسمها وشكلها الحقيقي وتطلع تستكشف وبتقرر تقابل راهب بيعرف وبيساعد هيلي بالعادة من خلاله رح تقدر تعرف وتحصل على المخطوطة وتشوف اللي فيها وكما تتواصل مع هيلي وأخيرا من نورة ميديا بشكل ميديا وبتقرر ميديا إنه ما تخلي حدا يتعرف عليها على إنها ميديا غير الراهب وليك بالطريق بتكون مغير تسريحتها وبتقابل بعض العامل اللي بالغلط بنت منهم بتوقع تفحل جهتها بيخافوا كتير لأنه بينتبهوا لمجوهراتها غالية الثمن وبيعرفوا إنها سيدة ربيلة وبيركعولها بغباء بتعتذر الأم كتير بس ميديا بتتصرف بلطافة وبترجع طفاها وبتحكي للبنت إنهم بالغوا بردة الفعل كتير وبتفرح لما يتشكروها بتحس إنه من زمان ما حدا شكرها وبتتذكر لما تبدلت للحظة ورجعت لجسمها كيف حست بقلم شديد جدا من رجليها والغريب إنها كانت مستمتعة باللي صار وإنه سايكي عملت مشكلة مع والدها وكان هالشي حماسي لإلها وصلت أخيرا لعربة لا تاخدها باتجاه الكنيسة وبنعرف إنه هالمرة الملاك اللي وصلها الكلمات للكهنة وصلهم لستة من كبار الكهنة ولكن في كهن منهم انصدم جدا من المخطوطة ومرض ولا يكتلبوا استدعاء صديقنا فلك لا الكنيسة لا يحللهم المخطوطة ويفسرها لأنه واحد من أعظم المتدربين الفامانين وبنلاقي إنه الكهن اللي جاي ميديا تشوفه موجود مع هلي في الكنيسة لا يبحثوا عن المخطوطة لأنه هلي لطيف بده يجيبها لميديا أصلا ولما توصل الكنيسة بتلاقي إنه فيه تفتيش على العربات وليس من قبل أي حدا بل من يالوس نفسه طبعا زي ما عرفنا إنه ميديا وصلت الكنيسة بس المشكلة إنه كان يالوس هناك وفي تفتيش على جميع العربات عند مدخل الكنيسة والمهم بنشوف صاحبنا فيل وخادمه مع بعض ويحكي له فيل إنه فيه ريحة كتير سائقة هون وكأنها ريحة جثث فبيحكي له خادمه شكله أصدا كيلي فبيحكي له فيل هو أصلا هون فعلا ريحته بتشبه الجثث الفاسدة بتخليني بدي أراجع فبيحكي له الخادم يمكن لأنه بطل حرب لا هيك المهم يلا لا تشغل بالك فيه خلينا نسرع لنوصل بنشوف واحد من الرؤساء بيحكي إنه كيف بيتجرأ يتأخر لها الدرجة مش هيك بيكون عم بيقلل من إيبت مخطوطة الملاك بيكفي ندافع عنه لازم نطرده بس بها الوقت بيفوت فيل وبيسكد الجميع بعدها نرجع للحراز وهم عم بفتش العربات بيديا بتحكي بعائلها عها الحال عشوية وراح يتم القبض عليه المهم هم عم بفتشوا العربات بيجي واحد من أصحاب العربة وبيحكي له الحارس خد هاي شوية فلوس شو رأيك تمشيني لأنه الوقت تأخروا ديني ليل فبيحكي له الحارس انت عم ترشيني بس فجأة واحد من الحراز بيتعرف عليه وفعلا بيطلع واحد خطير كان مطام بالتجارة بالبشر بيقبضوا عليه وبيلاقوا لاتظار بانسكين معه بالعربة بيجي يالوسل عندهم وبيحكو له اللي صار بدون تفاهم ورأي كلمة بيقبضوا بضربة واحدة وبيقولهم بصفتي أميركم هيك عملت وطبعا ميديا بتنصدم وبتحكي هاد واحد مجنون ولا شكله عمل هيك علشان الناس تشوفه وتسفق له بس هي أصلا ميديا اللي بورتة وبتشوف يالوس جاي على عربتها وبنشوفها لأنه الكاهن السادس تبع الكنيسة مريض وما قدر يجي على الاجتماع اليوم وبدونه ما رح يقدر يفسره جزء من المخطوطة بس بنعرف انه فعل بيقدر يفسر المخطوطة بس له سمعها بدون ما يشوفها المهم بيعدوا يحكوا مع القديسة بأمور تانية غير المخطوطة وهذا الشي بيستفس كبير الكاهنة وبيحكي له بعد كل هالمدة اللي غبت عن الكنيسة جاي تتفاخر بحالك أول شي لازم تفكر بالمخطوطة وتهتم فيها مثل انه الكاهن السادس مريض بسببها فبييجي لعنده فعل وبيحكي له اتوقع انه الكاهن السادس او اخر كاهن انتوا رقيتوا فما اعتقد انه قرأ جزء مهم من المخطوطة وانا فعلا قربت افهم كل شي منها فلو تضل ساكت بيكون احسن فبيعصب كبير الكاهنة وبيهاجموا الحراس الملكيين على فل وبيحكولو لو اتجرأت ترجعتين كبير الكاهنة هتكون هي نهايتك فبيحكي لهم لو تعرفوا بس مين كبير الكاهنة بيننا المهم بنشوف يالوس وصل على العرب اللي فيها ميديا بس بتكون اختفت فبيتفاجأ صاحب العربة وبيحكي ليالوس انه كان فيه سيدهون معي بس وقته بيتذكر انه ميديا سألته اذا فيه صندوق تحت الكراس اللي تحط اغراضها فبيحكي ليالوس افتح الصندوق اللي تحت الكرسي ولما بيفتحوا بيلقوا واحدة من الحرس مربطة وهيكي بنعرف انه ميديا حطتها هون واخدت ملابسها وصارت بين الحراس نشوفها مع واحد من الحرس وما عم يمشو بس بيلاحظ الحرس انه هالبنت مو شايفها من قبل ولسه عم بيلف وجهه لورا كانت ميديا ضربته وكملت بس المشكلة انه ضربت ميديا بجسد سايكي كانت ضيفة وما اثرت فيه كتير وما فأدوعي ومثل ما هو مطلوب ولهيك طلع صوت وناس القريبة سمعته بيلف يالوس ليشوف شوفي وبيلاحظ انه شعرها بنفسجي وبيشكنها ميديا فبتشتغل المطاردة ميديا بتهرب على حطان وبيلحقها تسحبهم للغابة ويالوس بيحكي شكلها بدها تجزئ قواتنا لايك بيطلب من فرقته الاولى والتانية يحاصروا الغابة بس بعدين بيرجع بفكة دقيقة ما هيك انا عم بمشي على خطتها وهي هدفها واضح انه اجاب كرمال المخطوطة فالحراس بيحكوا له شو صل لك عطينا الاوامر فبيحكي لهم رح نغير الخطة اتركوا اربع فرسان ورانا والباقي يلحقني على اصر عائلتها ميديا بيوصلوا الاصر وبيستقبلهم والد ميديا وبيستغرب من جيدهم وبيحكي ابوها شكلك جاي مشان الحادثة اللي صارت فيالوس بيحكي له عن اي حادثة ولا اصدق عن الحادثة اللي صارت اثناء اجتماعك مع مالك هنال سمعت ان ميديا حاولت انتحر لانها رفضت زواج هل هالشي مخزي بالنسبة للك وعلى اساس بيفهم يالوس ان ميديا هربت وراحت على الكنيسة اللي تحتمي وبيطلب من ابوها يدخلوا على غرفة ميديا كيف فيك تفوت على غرفة بنت بنص الليل خاصة انه هالبنت كانت خطيبتك السابقة فبيحكي له يالوس عندك هيرين اما انك تدخل و تجب لي ميديا او تفتح الباب و تخليني افوت انا المهم بنشوف ميديا متخبية بين الاشجار و بتلاقي عربة ماشية و بتتخبى فيها بنلاقي بعدها واحد اجا عندهلي و اعطال مخطوطة و هاد هو الكاهن اللي بيشتغل معه وبيحس هلي انه اخيرا رح اعمل شي منيح لميديا و اسعدها بس بيلاقي انه المخطوطة مشي ما بتبشر بالخير ابدا بنرجع للكنيسة و عند فل بيحكي لهم فل عندي طلب واحد و اللي هو انه تنتشر المخطوطة هلأ لكل الناس و ازا عملتوا هيك رح احكي لكم عن الجزء اللي سبب مرض الكهن السادس فبيغضب كبير الكهنة و بيحكي له كمان عم تتشرط فبيقوم واحد من الكهنة و بيهجي و بيحكي له ما علش مشيها لبين ما يرجع الكهن السادس و وقته ما رح نحتاج فل اصلا و بيحكي له فل هلأ اعرفت ليش بيسموك الكهن الشق المدلل فبيفصل عليه فل و بيجي لا يضربه بس بيدخل عليهم واحد و بيحكي لهم الكهن السادس مات بينصدموا كلهم و بتحكي الكهنة انه هيك الاجتماع خلص توقف خلونا نروح نهتم بتفن الكهن السادس بيجي خدم فل و بيحكي له ليش هيك عملت و ليشو كان كل هاد كان فيك تحكي لهم شو فيها و خلص و صار عندي فضول اعرف هل اللي فهمته من المخطوطة خلاك تتصرف هيك فبيحكي له فل الموضوع بسيط جدا رح تتدمر الامبراطورية فطبعا الخدم بينصدم و بيحكي له شو حكيت فبيحكي له فل مثل ما سمعت الامبراطورية رح تروح فيها و انه اكتر شخص قريب من قلبي يالوس هو اللي رح يسبب هاي الكارثة للامبراطورية فبيحكي له الخدم كيف هالامبراطورية الكبيرة رح تتدمر هاي مو مجرد دولة صغيرة و بيسألوا مين هالشخص فبيحكي له فل اللي براسي حاليا انه الملك طريح الفراش والاقرب لمنصب الملك هو يالوس او ممكن تكون الطفلة المحبوبة ساكي بولي وبنشوف وقتها انه ميديا دخلت على الكنيسة و يالوس دخل على غرفة ميديا و لما بيدخل بيشوف ساكي اللي بجسد ميديا و رجليها لسه ما انشفوا من الحادثة وبتنذكر ساكي لما كانت شي مرة بحفلة و في بعض السيدات كانوا عم يتمسخر و يضحكوا عليها بس فجأة ايجاد ميديا و رمط العصير على السيدة اللي تمسخرت على ساكي وبهدلتها وقتها ساكي حست انه ميديا بتدافع عنها و انها لطيفة و انه الناس ما اخذين فكرة سيئة عنها بلا سبب و بهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الرابع من حكاية ميديا بصراحة الاحداث بتسطل وبطلنا قادرين اللحق من كتر الحماس و المسكينة ساكي عم بتعاني من الوضع و مو قادرتش في حالها و الكوارث قادمة استنونا بالقسم الجاي بنشوفكم ملخص جديد و لوقتا سايونا